موسيقى وبالتالي فإن الأمر يتعلق بالتكيف مع الطريقة الجديدة لاستهلاك المعلومة التي يفرزها انتشار حلول الاستقبال ما أفضاه من تعدد المصادر وسرعة انتشار وتأثير على المتلقي أمام اكتساح مواقع التواصل الاجتماعي وزخم الصحافة الرقمية وظهور ما يسمى بصحافة المواطن أصبحت وكالة الأنباء أمام حتمية التكيف مع التغيرات للبقاء في الطالعة بكل مصداقية إن المتتبع للأحداث جهويا ودوليا يعي بجلاء دور دول منطقة البحر الأبد المتوسط في صناعة الحدث بما لها من وزن وحضور مؤثر وهو الأمر الذي يحمل وكالة الأنباء المتوسطية المسؤولية في الاطلاع بمهمة إيصال الخبر الموثوق من مصدره إلى الرأي العام قبل أن ينشر أهل الإشاعات والدوائر المغردة سلعتهم المضللة وفي ظل الأحداث المتسارعة على الساحة الوطنية والدولية يقع على عاتق وكالة الأنباء الجزائرية بمعية وكالة أنباء دول الجوار الثماني عشر أن تؤسس على ضفاف المتوسط لإعلام يكون سدا منيعا في وجه الأخبار الزائفة والدعاية المغرضة نحاول تقلص الفجوات المسجلة بين مختلف وكالات الأنباء المتوسطية بين المتطورة والأقل تطورا من خلال تحديد معايير لمعالجة المعلومة وهذا التحالف يعد الفضاء المناسب للتحاور والنقاش في سبول تطوير الجانب التشاركي والتنسيق فيما بين هذه الوكالات بين تحديات الدقة والسرعة ورهانات المستقية والموضوعية تقف وكالات الأنباء على مضمار المنافسة في سبيل تقديم خدمة عمومية وإعلام هادف